أحلمنا بتترحل وبيجي الأولمبياد اللي بعديه بتترحل اللي بعديه دون أن نحقق الطفرة الطفرة اللي هو التغير المفاجئ بقول تاني لما يكون ليه لماذا لا يكون لدينا ميداليات في ألعاب القوة وأنا مندهش جدا ومعرفش السبب الحقيقة أنا معرفش السبب لم يكونش عندي ميدالية في الألعاب الجماعية أنا يعني كل تركيزنا الأولمبي على فريق كرة القدم وأعتقد أنه ده غلط تركيزنا لابد أنه يتوزع على كل الألعاب وخاصة الألعاب الفرضية والألعاب القوة والألعاب الأخرى المهارية ونبدأ ندرب ونبدأ نحط خطة حقيقية ليكون عندي فعلا صناعة النجم الأولمبي النجم الأولمبي ده مش حاجة بسيطة مش حاجة سهلة ده صناعة والصناعة محتاجة مهارة ومحتاجة علم مش محتاجة لا أغاني ولا أنشيد ولا تشجيع احنا محتاجة علم حقيقي في صناعة النجوم الأولمبيين و يا جماعة لما دولة بتفوز بميدالية ذهبية في بطولة من البطولات أو في لعبة من اللعبات بتتسيد العالم في هذه اللعبة و دعاية للدولة و دعاية الإمكانات الدولة كونك تستطيع أنك تنجح في صناعة نجم أوليمبي معناها أن أنت قادر لصناعة منتج معين خلينا أقول لحظاك ده سمعة للبلد أنا مش عايزة ننظر فيما لا أفهم لكن أعتقد أنني أفهم أن صناعة النجوم محتاجة تخطيط وعلم وأيضا أفهم أن تحقيق المدليات الرياضية الإلمبية و في البطولات العالمية شرف لا يدنيه شرف و سمعة لأي دولة حتى لو كانت دولة في حالة استغناء عن أمريكا بتبحث لماذا تبحث عن أمريكا والولايات المتحدة وروسيا زمانة المتحدة شفيتي ليه؟ لأنه فكرة أنك تحوز أو تحصل على ميدالية أولمبية ده شرف فعلا شرف مبروك ليه هدايا و مبروك ليه سيف و نتمنى إن شاء الله أن نحن نبارك ليه بقي اللاعبين المصريين في المصرعة و الفروسيا الملكمة و الرمح الحديث و الرمي الرمح و الكراتيه و الخمس الحديث دايما قال المهندس شريف الاريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصري ترجمة نانسي قنقر